تقليما للشهداء الذين اضحوا بدمائهم من أجل كرامة سوريا وعزتها نظمت فعاليات أهلية في حي الزهراء بحمص مسيرا ووقفة للشموع حدادا على أرواح شهداء التفجيرين الإرهابيين الذين ضربوا مدينة حمص وشهداء سوريا حيث بدأ المسير من ساحة الزهراء مرورا بشوارع الحي وعزف خلاله من فرقة الكشاف النشيد العربي السوري ولحنا الشهيدي ووداعه باسم أهالي حي الزهراء اليوم أول شي عنا فعاليتين أول فعالية اللي هي انتصار تدمر وتحرير تدمر زائد اليوم بدنا نقوم بوقفة شموع على أرواح شهداء الأمن والتفجيرات اللي قاموا فيها الإرهابيين وروح سيادة العميد حسن دعبول لنأرجي العالم بدنا نجدد العهد الذي وفى به الشهداء أكذا هم أهل الزهراء تعودوا أن يقدموا الشهيد تلو الشهيد ليبقى الوطن عزيزا كريما وسننتصر بإذن الله نحن بحي الزهراء مهما قدمنا للشهداء فهو القليل القليل هدئا لنا انتصار سوريا لتدمر وغيره تدمر جينا اليوم لنبعث رسالي أنه شعب حمص وأهلي حمص صامدين رغم الأراب رغم كل الهجمات الشرسة اللي عم تعرض لشعب السوري وشعب الحمص بالذات كل دولة في دول العالم تحتفل بعيد الشهداء لليوم واحد إلا في سوريا نحتفل بعيد الشهداء 365 يوم الشهداء الذين هم أكرم من في الدنيا وأنبل بني بشر نحن أهالي الزهراء حبينا نشارك بمصيرة الشموع ونترحم على روح الشهداء بجميع المحافظات بوبس بالزهراء جميع المحافظات القطر العربي السوري أتوا أهالي حي الزهراء للصاح العامي بالزهراء شغلوا الشموع قربانا لروح الشهيد هم الشهداء نور يصطع في سماء سوريا كتبوا تاريخ الفخار والعز وبذلوا أرواحهم لتستمر الحياة ويحيى الوطن بالخير والأمان اشتركوا في القناة